يا صباح الخير من اليوم الثمنتاشر للانش بوكس للمدرسة وأخيراً رجعنا المدرسة أول حاجة هنعملها مع بعض الفطار عندي بيد قملت قطعته كده مربعات صغيرة بحيث نتاكل بالشوكة ويحطيته في قالب الكوب كيك السغنن ده وهعمل كمان ساندويتش مربع ساندويتش عادي هو يا جماعة مش ديناسور ومش ورد ومش أي حاجة وهي هحط كمان معاه السيريال اللي شبه الشوكولاتة ده وهي هحط كمان البقسمات السغنن ده خالص وده كده كان الفطار أما بالنسبة للغدا فهحط له بطاطس محمرة مع هود دوك كده مشوي ودورة برضو مصدوقة وهي هحط معاه البسكوت اللي هو ريدز والفاكهة بتاعتنا هتكون موز أنا جايب الموز الصغير بحيث انه هو ما يسودش ولا يحصل في أي حاجة وهي هزوئد له كمان عينب ده كده كان الغدا بتاعنا النهاردة نجيب اللانش باج هنحط اللانش بوكس وهي هحط له كمان الشوكة اللي هيكل بيها وهنحط البريكفست بوكس وهنحط معاه عصير بالمنجن وهحط كمان شوكة ويلا بينا على المدرسة يا صباح الفل من اليوم التسعتاشر للانش بوكس النهاردة هنعمل ساندويتشين واحد مربع واحد كريم تشيز او اللي هي الجبنة الكريمي هستخدم القطاعة برضو بتاعت الديناسور وهستخدم القطاعة بتاعت النجوم هقطع له تركي مدخن وهعمله كمان كور من البطيخ تكون دي للفطار التركي حطيته كده في السبريتور ده والبطيخ كمان وهحطهم في اللانش بوكس بتاع الفطار وكده الفطار بقى جاهز بالنسبة للغدا جبت البتاعة دي اللي هي بتعمل الرايس بولز او الكور بتاعت الرز هبدأ حط فيها كشوية رز وبرجها بس كده يمين وشمال وبيطلع بشكل ده كان شكلها حلوة صراحة وعجبتني جدا وهحط معاها كمان كفتة برز اللي هي المقلية اللي احنا بنحببها مقلية دي عادي ومعاها بروكلي واثنين من الناجتس وهحطله البسكوت والفاكهة هتبقى موز وعنب هجيب اللانش باج هحط اللانش بوكس وهحطله كمان المعلاقة اللي هيكل بيها وبالنسبة للفطار هحطله كمان مع عصير ويلا بينا عالمدرسة يا صباح الخير النهاردة اليوم العشرين اللانش بوكس العشرين هنعمل ساندويتش مربة عملت الساندويتش الاول وقطعته بالقطعة زي ما كلكم قلتولي وبقى عندي اتنين ساندويتش كده من شكل الديناسور هحط كمان معاهم الفاكهة هتكون مانجا هقطعها على شكل المكعبات كده وهحطهله في السبريتور الصغير هجيب اللانش بوكس بتاعي وهحط السبريتور بتاع المانجا هحطله الساندويتشات وهزودله كمان البقصومات الصغنان ده ومعهم عصير مانجا كده الفطار بتاعي بقى جاهز اما بالنسبة للغداء فاحنا النهاردة هنعمل حاجة برضو بسيطة هنحطله بسكوت ويعنب وهعمله كور كده من الكنتالوب وهعمله كمان كور من الرز احنا استخدمناها مبارح وعملتها النهاردة وبصراحة الموضوع حلوي جدا هي اي نعم في الاخر بتبقى رز عادي ولكن كشكل كان عاجبني قوي حطتله كمان معاها اتنين من الكفتة البيتي ورشتله بسلة سوتين فهجيب بعد كده الشنطة بتاعتي هحط اللانش بوكس هحط له الشوكة والمعلاق اللي هياكل بيوم وحط العصيرة وحط البريكفست بوكس ويلا بيناه على المدرسة صباح الخير من اليوم 21 لانش بوكس 21 هنعمل النهاردة ساندويتش من الهوت دوك سلقت الهوت دوك وشويته في الارفراير والعيش ده كمان حمصته في الارفراير وحطت عليه الجبن الشدر السائحة او السائلة دي وده هنتهك كده وهزوت كمان الهوت دوك كده بقى عندي الساندويتش جاهز الفكهة هحطها قوار برضو من الكنتالوب هو حابها قوي فانا حبيت ان انا يقرر له تاني النهاردة هنجيب بقى كده اللانش بوكس وهبدأ احط الساندويتش وهحط الفكهة وهزوت له ملحة اللي هي ريتز وهي حط له عصير آآ مانجا كده الفطار بقى جاهز اما بالنسبة للغدا فانا هحطت له عارفين اللي هو فشان تشيبس فانا هحطت له سمك آآ مقلي كده مع البطاطس وحطت له دورا وبروكلي البروكلي ده ملحته وحطت عليه نقطة زلزة تون بالنسبة للفكهة زودت عنب وكده كمان الغدا بتاعنا بقى جاهز جبت اللانش باك وهبدأ احط فيها اللانش بوكس كل اللانش بوكس هحط له كمان الشوكة بتاعته حطت اللانش بوكس حطت العصير حطت البركفست بوكس ويلا بينا عالمدرسة صباح الخير من اليوم 22 للانش بوكس للمدرسة هنبدأ بالفطار كالعادة هحط رايز كيك وحط له بطاطس محمرة والدرة مسلوقة وهي هحط له كمان رقائق الشوفان اللي هي بيطعم الطماطم دي هزود له الفكهة بتكون تفاح وهبدأ دلوقتي اعمل له الغدا هنعمل بيتزا بس انا طبعا ما عنديش العيش بتاع البيتزا فهستخدم العيش العادي هقطع هوتدوك وهقطع كده الجبنة وهبدأ احط الصالصة بتاعت البيتزا بتاعتنا اللي احنا عارفينها العادية صالصة ومالحة وفلفل وريحان ونقطة زلزتون هحط كمان الطوپنج بتاعي هحط الجبنة والهوت دوك بس هدخلها في اليرفراير يا دوك بس الجبنة تسيح كده والعيش يقرمش وهقطعها وهكون في الوقت ده كمان قطعت التفاح برضو هحطه في الغدا وكيبت الكراكرز بتاعتي وقطع طيله كمان جزر هحط التفاح وهحط الجزر وهحط البسكوت وهبدأ كمان احط القطع بتاعت البيتزا في اللونش بوكس بتاعي وكده الغدا كمان بتاعي بقى جاهز هجيب اللونش باج هحط اللونش بوكس وهحط البريكفست بوكس ومعي التفاح بتاعه وكده كون خلصنا يلا بينا على المدرسة